لكن الارصاد بقى هي اللي بتقول كلمتها في حتة تانية هي بتأكد ان درجات الحرارة هتزيد مرة تانية اعتبارها من بكرة او هتفتكر ان النهاردة ده كان يعني حر لا ده بكرة هتبتري تزيد و هتزيد بشكل تدريجي عشان دي بداية موجة شديدة الحرارة مش عشان انا مبتسم شوية كده تقول ان انا فرحان في الناس ما انا عاعد جوه نفس القاهرة هتوصل فيها درجة الحرارة العظمى ل42 نهاية الاسبوع وفي الصعيدة توصل ل46 درجة ربنا يعين الناس في صعيد مصر ويعين الناس في كل مصر على هذا الحر الناس اللي موجودين الحجيجي اللي موجود في المملكة العربية السعودية درجة الحرارة المهاردة سمعت انها اقتربت او وصلت الى 50 درجة مئوية لكن طبعا الاحساس اللي موجود عند الناس بالحالة النفسية والروحانية اللي هم موجودين فيها بتخفف من وضع الده وان شاء الله تكون بتزيد من الثواب وتزيد ايضا من ثواب الناس على صبرهم وقدرتهم على تحمل الحالة والحر وكل اللي مصاحب لها اشتركوا في القناة